بالظبط اه مش تنازل بالظبط تعطف بس هتستفيد نتيجة التعطف ايوه مفهوم وأهلينا وأخواتنا هيجوا غدا غاسينا شوية اي وهنبدلهم بدل الخير وطول عمر الفلسطينيين موجودين في مصر وجوهم قبل كده وخرجوا ما فيش مشكلة أو بتاع كان في مبررات كان في مبررات بالظبط بس هو لقال لنا ايه هو اللي مبعروض ايوه ولا قال اه غير للرأي العام العالمي اللي هو قلبه بطريقته المباشرة والصريحة هو نتكلم مع وزير الخارجية الأمريكية والألماني والألماني نعم ان لها نسمح بالتهجير اي دي تعبرياتي أنا لكن هو قلبه في خطة أحمر نعم لها نسمح بالتهجير جوا غزة نعم ولها نسمح بالتصفية الأرضية الفلسطينية نعم بالأضافة ليهم قال لهم اذا كان مشكلتكم في والرئيس يعلم نعم ان مشكلتهم هم بيقولوا في حماس والرئيس يعلم مشكلتهم مش في حماس نعم مشكلتهم في 2 و 2 من 10 بلولهم عايزين يقتلوهم عشان كده أقول لهم كما تصرحون ايوه زي تبقى للتصرحاتكم زي ما انتوا بتقولوا عايزين تقدوا على حماس اه عايزين تقدوا على حماس او عايزين تقدوا على بعض الشخصيات ايو فهو في مضمون كلامه اعاي عايز يقول لهم اذا كان حجتكم حماس بالزبط والسواريخ اي وتفكيك حماس شخصية وطنية رفيعة زي رئيس عفتاح السياسي ان احد قاراته الاوام المتحدة حق العودة اي للفلسطينيين اي خروج اهل غزة من الغزة الى النقد هما عودوا في داخل ارض فلسطينيين جبراها نعم فده بيأكد حق العودة الاسرائيل رفضا في شخص نفر واحد يرجح بالزبط فهما رفضوا الفكرة او مصر معلقوش عليها لانه هم مش عايزين يعملوا توضيح واضاءة على فكرة حق العودة او يأكدوا عليها او يأكدوا عليها وكأنه كلام سيادة الرئيس كان مفجأة بالنسبة له اه طبعا انتقدش كانوا يتوقعوا لا لا فهو مش بيستبدلوهم سيناب النقبل اهو بيمكن الفلسطينيين من العودة جوه ارضهم تمام جوه ارضهم هم اللي ممنوع اهل غزة عيشوا فيها تمام يعني لو حد أسر غزة زوية عايزة تروح تعيش في النقبل ممنوع ايو وفارض فلسطين ايو فهذه هذه الادارة وهذا الفكر وهذا الفكر قراءة المشهد كان بشكل مختلف نعم وبسرعة ومتتالية وراها ارادة وطنية مش مجرد خبره وشخص بيفهم لا مهمو ممكن يبقى كلنا بليفهم بس ميل عنده اقراضة صحيح ويفتح حزة التحدي صحيح في اوضاع اكسادية مش حلوة في بلد خالص 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 اه وقدر من الاستياء الشعبي من الاسعار واي 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 وكان قدامه عروض بالزبط لكن اختار اه زي ما اختار في 30 يونيو اه قال يكون في صف الشعب ونفهم بعض بعد شوية ايه ففهمنا بعض بسرعة ايه